المصرف المركزي الأوروبي أبقى على أسعار الفائدة مترقماً توقعات الشهر المقبل لتقييم تهديد الانكماش الذي يواجه منطقة اليورو انخفاض التضخم الحاد في منطقة اليورو إلى 17 نقطة مياوية في كانون الثاني يناير أي أقل بكثير من المستهدف من قبل المركزي الأوروبي بأقل من 2% أسهم في اتخاذ القرار ماريو دراقي رئيس المصرف يقول كثير من الانخفاض في معدل التضخم يأتي من بلدان أربعة إسبانيا وإيرلندا والبرتغال واليونان كل هذا يؤشر على تعديل نسبي للأسعار أكثر من أي انكماش حالي حاولت أن أعطي فكرة عن الصورة المعقدة وهذا ما يفسر لماذا يتوجب علينا الانتظار قبل اتخاذ أي قرار وهذا ما يتحدث عن لماذا قبل اتخاذ أي قرار سننتظر هكذا فإن الانخفاض في معدل التضخم كما في كل من إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان يعني تعظم الانكماش مما يشكل خطورة على انتعاش منطقة العملة الأوروبية الموحدة دراقي قال إن المصرف المركزي الأوروبي ينظر في كل الأدوات المتاحة لمحاربة الانكماش واصفا مخاطر الانكماش أو التضخم بالمحدودة ولو أن العديد من الاقتصاديين يرون خلاف ذلك